أم بيروت معنا ثيو بوكر مدرب المنتخب اللبناني لكرة القدم صباح الخير سيد ثيو كيف تقيم مباراة سابدا من المباراة الأخيرة مباراة لبنان وقطر كيف تقيم هذه المباراة وكيف تقيم دور الاتحاد الذي تهم بالتقصير في مباراة الدوحة المصيرية بداية علينا نقول لأن كرة القدم في لبنان أعيدت ولادتها قبل سنة منذ أن توليت هذا الفريق وتدريبه وبالتالي حققنا نجاحا كبيرا لكننا لن نستطيع أن نقارن أنفسنا بدول كقطر والمملكة العربية والسعودية أو الإمارات والكويت لأنه على مدى سنوات طويلة كانت تلك الدول تعمل جاهدة مع مدربين دوليين وكان لديهم تمويل جيد لفراقهم وبالتالي تمكنوا من تحقيق إنجزات وبناء على هذه الحقائق أداؤنا جيد جدا طيب ماذا عن المباراة هذه تحديدا هل صحيح أنه كان هناك تقصير من الاتحاد في هذه المباراة وهناك موضوع آخر أنت أول من تحدث عن قضية التلاعب والمراهنات والاتحاد وعد بفتح هذا الملف هل صحيح ما قيل عن هذه المراهنات والتلاعب وأنك استبعت بعض اللاعبين أيضا نعم هذا صحيح هذا التلاعب تم على مدى فترة وبدأ في مبارتنا الأولى التأهلية أمام قطر وبسبب هذه الحقيقة وتم مع أيضا ضبط بعض اللاعبين يقومون بترتيب نتائج المباريات مع لاعبين آخرين في ماليزيا وبالتالي تم استبعادهم وهناك لاعبين آخرين الثبت تورطهم في هذه المباراة وبعد المباراة تم تحديد هويات هؤلاء اللاعبين تم اتخاذ الإجراء لا أعرف هذه مخاطر قيام بعض اللاعبين بمهارسات مريبة وبالتالي الآن سيتم الإعلان عن الأسماء وسيتم تعليق هؤلاء اللاعبين عن اللاعب طيب سيد تيو في لقاء لقائد المنتخب اللبناني رضا عن تر مع صحيفة السفير قبل يومين قال أنك ذكرت أن منتخب قطر ليس بأفضل منتخب لبنان وأنه بمقدور لبنان الفوز عليه لماذا برأيك خسر لبنان مباراة كانت بمتناوله كما تحدثت نعم ما قلته هو أن لاعبين مشابهين لمعظم اللاعبين في المنطقة العربية لكن في نهاية الأمر ما يتميز به المنتخبات الأخرى هي أن لديهم فرصة في الإعداد والتدريب وهذا ما نفتقر إليه ومن جانب آخر نحن في لبنان لدينا فقط فرصة لتدريب اللاعبين على في ملاعب من الصناعي وبالتالي هذه الحقائق والاعتماد على المقارنة بين اللاعبين الآخرين فنحن أقل حظا طيب بالحديث بشكل عام عن التصفيات سيد ثيو لماذا لم يقم الاتحاد بمشاركة في مباراة ودية أو مباراة تجهيزية منذ مباراة الفوز على إيران هل قرار لك أم للاتحاد في هذا الشأن كلا أنا مجرد مدرب أنا أقترح على الاتحاد ما هي ما أقترح عليهم من برامج لإعداد الفريق ولا أدعو المنتخبات أن تأتي إلى لبنان لتتقابل ودية ما فريقي إذن هي مسؤولية الاتحاد ولا يأخذ رأيك في هذا الموضوع أو لا تستطيع أن تحسم هذا الموضوع طبعا عموما سيد ثيو لبنان يحتاج الفوز على أوزباكستان وكوريا الجنوبية لضمان أحد المراكز الثلاثة هل أصبح الأمر مستحيل برأيك أم أن هناك فرصة في كرة القدم شاهدنا على مدى سنوات طويلة أنه ما من شيء مستحيل نحن فريق قوي والكل يريد الفوز في هذا الفريق وإن كان لدينا فترة إعداد جيدة سنتمكن من الفوز والربح أمام أي فريق آخر ولكن في الوقت ذاته يمكن أن نخسر كما توضح مؤخرا أدى كل الفراق متشابه وقريب من بعضهم بعضا وبالتالي لا يوجد ضمانات للفوز علينا أن نبدل جهدنا لأنه كان من تحقيق هذه الغاية سيد سيو البعض يلومك بأنك دائما ما تحمل اللاعبين بشكل خاص مسؤولية الخسارة وهذا ما كان واضحا تقريبا بعد مباراة كوريا الجنوبية وقطر الأخيرة عندما قلت أن اللاعبين خذلوني كلا هذا أمر ليس صحيح الصحيح هو أنه حول الفريق هنا في لبنان كثير من الأفراد كثير من الأشخاص ليسوا من المدربين أو الاتحاد بل جهات كثيرة حول الفريق أشخاص صغيرين يتحدثون بكلام كثير عن الفريق طيب سيد بوكر ما هي طموحاتك شخصيا وطموحات منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا المقبلة طموحي هو لكرة القدم اللبنانية هي إعداد فريق لديه القدرة على الفوز لفترات طويلة وأنا أعمل مع الفريق منذ عام وهذا الوقت ليس كافيا في كرة القدم نحن بحاجة إلى وقت أكثر من ذلك ولسنا بحاجة لهؤلاء الأشخاص الذين رافقوا الفريق وحوله على مدى السنوات العشر الأخيرة لدعوهم يتنحوا جانبا لنتمكن من النجاح سيد بكر قيل لنا أنك تلبس ربطة أو سوار على يدك خضراء وأنك تتفائل بها للذهاب إلى البرازيل هل ما زلت تحلم بالذهاب إلى البرازيل نعم هي ما زلت معي لأنني أؤمن حقيقة بهذه المسألة وهذا حقي هو أن أحلم لا بد أن نكون وقعيين إلا أننا بحاجة إلى هذا الحم ودونه لن نحقق شيء وقد تبين في الماضي بنجاح كبير بالسبب الأداء الجيد للفريق أننا تمكننا من تحقيق إنجازات لكن علينا أن نركز على عملنا وعلينا أن نركز في طريقة لعبنا وبالتالي علينا أن نؤمن بهذا اللعب ونحلم بأننا يمكن أن نحقق هذا الإنجاز وكل شيء ممكن